تحية طيبة طلب الأعزاء نعود إليكم مرة أخرى في إطار وحدة القانون التجاري الأساسي نحن اليوم في إطار المحاضرة المتعلقة بالجزء الثالث من التزامات التاجر بعدما وقفنا معكم في المحاضرتين السابقتين لتطلقين الأحكام القانونية المتعلقة بالتزامات التاجير كانت مناسبة لكي نتحدث عن التزامات الثلاث الأولى يتعلق الأمر بالالتزام بفتح حساب البنكي والالتزام الثاني المتعلق باحترام آجال الأداء والالتزام الثالث كان يتعلق بمسك محاسبة تجارية والمحافظة على المرسلات في هذا اللقاء أو في هذه المحاضرة سوف نتناول التزام الرابع والأخير يتعلق الأمر بالشهر في السجل التجاري فدائما وفي إطار نفس النسق وعلى ذات النسق الذي أوضحنا به أسباب أو أجبنا فيه عن سؤال كبير قلنا فيه لماذا ألزم المشرع الترجاع باحترام التزامات قانونية وقد أجبنا عن هذا السؤال بنوع من الاستفادة في المحاضرة ما قبل السابقة قلت في هذا النسق نستمره في توضيحي الالتزام الأخير المتعلق بالشهر في السجل التجاري وسنقف حول هذا الالتزام ونجيب أو سنتناوله من خلال أربع نقاط أساسية سنتناوله في النقطة الأولى تطور نظام السجل التجاري في المغرب ثم نتناوله تنظيم هذا السجل في النقطة الثانية وفي نقطة ثالثة سوف تكون لنا مناسبة للوقوف حول آثار هذا التقييد ونختم بالجزاءات القانونية التي تطبق حالة مخالفة المقتضايات المنظمة للتقييد في السجل التجاري تلكم كانت أربع نقاط التي سنتناول لها بالشرح والتبسيط لكم إذن النقطة الأولى تتعلق بتطور وأهداف نظام السجل التجاري في المغرب في الأول بالنسبة للسجل التجاري باش نفهموا السجل التجاري دعوني أدعوكم إلى استحضار ما قلناه في المحاضرات الأولى المتعلقة بيات الوحدة حيث سجلنا بأن نظام القانون التجاري بني في البداية على ما أسميناه بقاعدة أو بفكرة أو بنظام الطوائف فالتجار حينما اقتنعوا وحينما أصبحوا يشكلون فئة اقتصادية وفئة اجتماعية قاموا بتنظيم أنفسهم في إطار ما يسمى بنظام الطوائف فكانت كل مهنتين تضع لنفسها وللمنضمين إليها قواعد يجب على الجميع احترام هذه القواعد فظهر ما يسمى بنظام الطوائف قبل أن يتحول نظام الطوائف إلى نظام القانون المتعلق بالتجار فقبل الاهتداء إلى سن قانون مكتوب خاص بالتجار كانت تجار يتشكلون فيما كان يسمى بنظام الطوائف وكانت كل طائفتين تضع لمنخرطين فيها والمنضمين إليها كانت تضع لهم قواعد وضوابط كان على الجميع أن يحترمها فنظام سجل التجاري مسلهم من فكرة التنظيم الداخلي الذي كان يتولاه التجار لمهنهم بعد ذلك ومع ظهور قانون تجاري قانون مكتوب يوحد الممارسة التجارية على المستوى الوطني كقانون مكتوب لجميع المواطنين تبعي الدولة في إطار إبراز هيمنة وسيادة الدولة السياسية قلت في هذا النسق الجديد ظهر نظام السجل التجاري كإطار مرجعي وكإطار تنظيمي لممارسة المهنة التي يزاولها فئة التجار فالمغرب بطبيعة الحال عرف نظام السجل التجاري منذ 1913 في القانون التجاري القادم وكانت تقييده في هذا السجل التجاري أمراً اختيارياً بالنسبة للتجار وتم إعادة تنظيم هذا السجل في إطار مدونة التجارة في 1996 بالإضافة إلى القانون 1399 القاضي بإحداث أو بإنشاء المكتب المغربي للمكية الصناعية والتجارية وكذا القانون 8817 المتعلق بإحداث المقاونات بطريقة إلكترونية المتعلقة بالسجل التجاري الإطاروني إذن كانت هذه لمحة مختزلة جداً حول تطور أو الصيرورة التاريخية والقانونية لنظام السجل التجاري في المغرب ما هي أهداف نظام السجل التجاري؟ لماذا تم وضع نظام سجل التجاري؟ إذن عطفاً على ما قلت في بداية واقتباساً وتنزيلاً لما قلناه لأهداف نظام التوائف الذي كان معروف في أوروبا وإيطاليا بشكل أساسي نظام سجل التجاري له مجموعة من الأهداف أو جاء به من أجل سحقيقة مجموعة من الأهداف سنختزلها في هدفين رئيسيين هدف الأول الضور الإخباري والإعلامي والضور الثاني الضور الإحصائي والتوجيهي بالنسبة للضور الأول أو ما اسمناه بالضور الإخباري والإعلامي فأهمية السجل التجاري كآلية من آليات تنظيم وممارسة تجارية داخل كل بلد فالهدف من السجل التجاري يقوم بدور إخباري وإعلامي فأنا حينما أتعامل مع شخص معين أو أود التعاقد مع شخص معين أردت إبرامة صفقتين مع شخص معين فنظام سجل التجاري تعتني واحدة إمكانية حتى أطلع من خلال هذا السجل على الوضعية القانونية للشخص الذي أرغب التعامل معه فمثلا أردت إبرامة صفقتين مع شخص معين يجب أن أعرف بداية هل هذا الشخص مسموح له هل هو أول تاجر مقيت في السجل التجاري إذا كان مقيت في السجل التجاري هل له أهلية تجارية هل سأعرف نظامه المالي للزواج مثلا سأعرف كل ما يتعلق بالوضعية القانونية دياله كذلك الأمر بالنسبة مثلا لو أردت التعامل مع شركات تجارية معينة تعلمون بأن نظام الشركات التجارية هو نظام يتكون أو يسمح باختيار أكثر من نوع واحد من الشركات وتعدد أنواع الشركات ينتج عنه تعدد في المسؤوليات القانونية سبق وأن ضربنا لكم أمتلاح حول الشركات التجارية بمناسبة دراستنا للأعمال التجارية الشكلية وكنا في شكل متعلق بالأعمال التجارية الشكلية الخاصة بالشركات نبدأ شركات التضامن والتوصيل البسيطة والتوصيل في الأسهوم وشركات المحاصة والمسؤولية المحدودة وشركات المساهمة فإذا أردتوا التعامل مع شركة معينة يجب أن أعرف شكل الشركة لماذا؟ تصوروا معه لو تعاملتوا مع شركة ذات المسؤولية المحدودة انت لقى من 900 شركة تعلمون بأن شركاء في هذه الشركة لا يسألون عن ديون الشركة إلا في حدود ما ساهموا به في رأس مالها فمثلا إذا عندي شركة رأس مال ديالها 10 مليون وعندي 10 شركة وكل شركة ساهم بمليون في حفظ أس مال الشركة فهؤلاء الشركة حينما أتعامل مع الشركة ولا تستطيع الشركة أن تفي بما عليها من ديون لفائدتي مثلا هي عندها 10 مليون كرأس مال الاجتماعي ديالها وعليها من ديون 100 مليون فأنا بغيت نأخذ 100 مليون ديالي ما يمكن ليش نرجع على الدم المالية للشركة فإذا لم تكفي الدم المالية للشركة ما كان بإمكاني الرجوع على الدم المالية للشركة والأمر مختلف تماما لو تعالق الأمر بشركة التضامن فلو أردت التعامل مع شركة التضامن وعندها رأس المال نقول في المثال عندها رأس المال بعد شركة بعد شركة بعد شركة بعد شركة بعد شركة وعندها عشر دياليالشركة وكل شركة قدم مليون كحصة في أسماع الشركة انتبهوا معي إذا تعاملتم مع هذه الشركة وموجودتها تتحدد في 10 مليون وعليها من الديون 100 مليون فهذا الشيء أقوله إذا لم تكفي الذمة المالية للشركة إذا لم تكفي الذمة المالية للشركة التي هي 10 مليون كان بإمكاني الرجوع على الذمة المالية للشركاء لماذا؟ لأن الشركاء في شركة التضامن يسألون عن ديون الشركة بشكل شخصي وكامل وتضامني معناها هذا حتيو الفرق تعاملتم مع شركة ذات المسؤولية محدودة وتعاملتم مع شركة التضامن الفرق شاسع جدا في ضمان حقوقي في الرجوع على الدم المالية للشركة فإذا من يعطيني هذه الضمانة وهذه المعلومة يعطيني هذه الضمانة وهذه المعلومة اطلاعي على السجل التجاري فلذلك أهمية السجل التجاري في كونها تعطي الشركاء تعطي المتعاملين مع الشركة إمكانية مهمة للإطلاع والإعلام حول وضعيات الشركة كذلك الأمر بالنسبة كذلك الأمر بالنسبة للهدف الثاني الهدف المتعلق بالدور الإحصائي والتوجيهي فالدولة وهي تضع استراتيجيات اقتصادية معينة أو تضع سياسة عمومية اقتصادية أن لها أن تقوم بذلك قبل أن تعرف حجم وعدد المقاولات وطبيعة الأنشطة التي تشغل في هذه المقاولات حتى يمكنها أن تبني استراتيجية اقتصادية مبنية على مجموعة من المعطيات الحقيقية واليقينية هذه المعطيات الحقيقية واليقينية أين سنجدها؟ سنجدها في إطار سجل التجاري فإذا حينما يقيدوا التجار أنفسهم أو المشاركات في سجل التجاري فهم تحدوا طبيعة النشط فالأخذنا وكما تقولون المناسبة وشرط اليوم نحن نعيش في الوباء أو الجائحة ديال كورونا المستجد اليوم الدولة المغربية في مأغزقين أو حكومة المغربية في مأغزق كبير في توفير بعض المعدات أو بعض الوسائل لكي تنواجه هذا الوباء من قبيل السوائل الطبية من قبيل الكمامات من قبيل الآلات ديتها نفوز من قبيل مجموعة من الوسائل التي تستعمل لمواجهة هذا الوباء فالدولة الحكومة المغربية إلى ما قدرش تعرف المقاولات التي تتشغل مثلا في صناعة الكمامات أو صناعة السوائل الكحورية ذات الصلاة بالتنظيفة واتستهد ممكناش نتبنى قرارات حكومية باش ننفر المواطنين هذه الوسائل إذا كنت أعطينا الإمكانية هو السجل التجاري إذن أدوار أساسية السجل التجاري هو دور الإحصاء ودور التوجيه للمشاريع الاقتصادية في إطار السياسات العمومية للحكومة إذن هذا ما يتعلق بنقطة أولى المتعلقة بتطور النظام السجل التجاري والأهداف المتوخات منه نتقلوا مباشرة إلى النقطة التالية متعلقة بتنظيم السجل التجاري تنظيم السجل التجاري يعني ما هي القواعد قانوني كيف نظم المشاريع المغربي أحكام السجل التجاري علينا جاوبه على ثلاثة نقاط في هذا المحوار علينا جاوبه على السؤال الأول ما هي أنواع السجل التجاري من هم الملزمون بالتقييد في السجل التجاري والنقطة الثالثة سنتحدث عن أنواع التقييدات في إذن أذكر في إطار جواب على السؤال كيف نظم المشاريع المغربي السجل التجاري قلت سنتناولها من خلال تطلق لأنواع السجل التجاري من هم الملزمون بالتقييد في السجل التجاري وما هي أنواع التقييدات فيما يتعلق بأنواع السجلات التجارية بالرجوء إلى الفرعة الثانية من مدونة الكتاب الأول من مدونة التجارة أرجوه بأن المشتدع المغربي في تنظيمه لأحكام المتعلقة بأنواع السجلات التجارية في الباب الثاني أفوان المتعلق بالشهر في السجل التجاري المشتدع يتحدث في المدى السبع عشرين وعنص تتنص المدى على ما يلي يتكون السجل التجاري من سجلات محلية وسجل المركزي إذن أنواع السجل التجارية يتحدث عن نوعين نوع سجلات محلية توجد بالمحاكم والسجل المركزي يوجد بالضربة كما سنرى بعد قليل إذن عندنا السجلات المحلية للنوع الأول والنوع الثاني سجل واحد مركزي يتم فيه مركزات جميع المعطيات التي يتم تقيدها في السجلات المحلية كما سنرى بعد قليل إذن بالنسبة للسجل المحلي وكما نص عليه المادة ١٨٠ يمسك السجل المحلي من طرف كتابة ضبط المحكمة المختصة إذن كل محكمة مختصة لديها سجل تجاري يتم مسكه أي الإشراف عليه من ناحية الإدارية والتقنية يتم مسكه من طرف كتابة ضبط تلك المحكمة ويراقب مسك السجل التجاري ومراعاة الشكليات الواجب تبعها في انتقيدات التي تباشر فيه من يراقب هذا المسك رئيس المحكمة أو القاضي المعين من طرفه كل سنة لهذا الغرض إذن سجل تجاري سجلات المحلية موجودة في كتابة ضبط المحكمة المختصة هذا السجل التجاري المحلي يراقب ويشرف عليه إما رئيس المحكمة أو يتم تكليف قاضي معين من طرف رئيس المحكمة لهذا الغرض لكل سنة قضائية هذا فيما يتعلقه بالسجل المحلي بالنسبة للسجل المركزي بالنسبة للسجل المركزي وعندنا واحد في المغرب بالنسبة لأيما في إطار السجل المحلي كل تقييدين في السجل التجاري لإسم تاجرين أو لتسمية تجارية يجب أن يتم وهذا كان تعديل الذي تم تبقى القانون سعود 80-17 وكما قلت في البداية في إطار السجل التجاري أو القانون المتعلق بإحداث المقاولات بطريقة إلكترونية وهذا هو الجديد في إطار ما يسمى بإحداث المنصة الإلكترونية تم تطوير نظام السجل التجاري من العمليات الورقية إلى عمليات إلكترونية كل تقييد في السجل التجاري لإسم تاجرين أو لتسمية تجارية متقل إسم تاجر شخص ذاتي ومتقل تسمية تجارية خاصة بالشركة التجارية إذن كل تقييد في السجل التجاري لإسم تاجرين أو لتسمية تجارية يجب أن يتم بطريقة إلكترونية من خلال النافذة المخصصة في المنصة الإلكترونية المذكرة لكتابة ضبط بالمحكمة التي يقع بدائلة نفوذها المركز الرئيسي للتاجر أو المقر الاجتماعي للشركة إذن السجل التجاري يستقبل تقييدات المتعلقة بأسماء التجار الأشخاص الذاتيون الأشخاص الذاتيون وبالنسبة للشركات بإطار تسمية تجارية ماذا عن السجل المركزي؟ بالنسبة للسجل المركزي وطبق الإحكام المادة 31 هذه المادة كما تم تعديل للإحكام السجل المركزي تم تعديل أحكام متعلقة بالسجل المركزي إذا كان السجلات المحلية تمسكوا من قبل كتابات ضبط المحاكم المختصى على مستوى تراب المملكة فإن السجل المركزي يتولاه ويمسكه ويشرف عليه هو المكتب المغربي للملكية الصناعية والتجارية هذا السجل المركزي هذا السجل المركزي هو عمومي يتم الإطلاع عليه من خلال المنصة الإلكترونية لإحداث المقاولات بطريقة الإلكترونية ومواكبتها بمعناه أنك تسير للإطلاع والاستخبار حول المعطيات المضمنة فيه إنطلاقا وتحقيقا لما قلناه سابقا بالدور الإخباري والإعلامي للسجل المركزي هذا السجل المركزي من الأهداف الأساسية يرمي السجل المركزي إلى مركزة المعلومات المبينة في مختلفة السجلات المحلية بجموع تراب المملكة بمعنى كل ما تم تقييده على المستوى الترابي ومستوى المحلي في كتاب السجلات المحلية يتم مركزت هذه المعلومات لدى السجل التجاري المركزي كذلك تسليم الشهادات المتعلقة بتقييدات أسماء التجار والتسميات التجارية الخاصة بالشركات والشعارات وكذلك الشهادات والنسخ المتعلقة بتقييدات الأخرى المسجلة فيها بعدها فشحتاج الوثاق إذا ريادات تصل باستجل المركزي تقوم باستجل المركزي وبالتالي هذه العملية دير مركزات المعلومات ونشر هذه المعلومات وهذا هو تمكين عمو المواطنين من المعلومات باستجل المعلومات وبالتالي كل ما تهموا الأمر يعني أنا بريد انتعمل مع واحد سيد وما عرفتش ما هو السيد وما هو تاجر حقيقي ولا تاجر تنصب عليها إذن التاجر تقوم بمعنوات خطأة وش هي شركة موجودة فعليا ولا هناك زوية فهو طائق معيادة إذا التي تعطي لها هذه المعلومة هو اللجوع إلى التأكد من حقيقة وجود هذا الشخص أو تلك الشركة كملزمين ومقيدين في السجلات الوطنية فإذا أنكم أتلاحظوا حينما تقتنونها من تجمعيا وتحصلون على فاتورة وهذه كانت بشكل كبير كانت في المحلات التي تعطي الفواتر أتلاحظوا كانت واحدة اللقم كانت واحدة لعالمة اسمتها أغسي ونتقع واحدة لقم وطني إلى ما هناك إذن أجبنا عن تطور وأهداف نظام سجل تجاري ثم في إطالة تنظيم سجل تجاري أجبنا عن ما هي أنواع سجلات التجارية نتقل الآن إلى الحديث عن من هم الملزمون من هم الملزمون بالتقييد في السجل التجاري إذن حسب المادة 37 من مدونة التجارة يلزم بتشجيل في السجل التجاري الأشخاص الذاتيين والاعتباريين يلزم بتشجيل في السجل التجاري الأشخاص الذاتيين والاعتباريين مغاربة كانوا أو أجانب الذين يزاولون نشاطا تجاريا في تراب المملكة إذن قاعدة من هو الملزم بالتقييد في السجل التجاري؟ الملزم بذلك كل تاجير شخصا ذاتي أو كل شركة تجارية عند شخصية اعتبارية كان مغربيا أو كان أجنبي الشط الأساسي أن يكون يزاولون نشاطهم تجاري فوق تراب المملكة إذن أجبنا وطبع يتحارب التفاصيل ويزم بتتقييد علاوة كذلك كنت تتقييد في السجل التجاري كل فرعين أو وكالتي لكل مقاولة مغربية أو أجنبية بمعنى لي عندي أنا واحد مقاولة وعندها مجموعة الفروع في مدن متعددة فإذن يجب أن نقيدها في المحرم المقر الرئيسي وكذلك يجب أن نقيدها في كل محكمة يوجد لدي أو يوجد للشركة فرعون فيها إذن تقيد المقر الرئيسي يعني مثل شركة مثل مدينة دار البيضاء المقر الرئيسي وعندها فروع في فاس ومكناس وأقادير إذن تقيد في السجل المحلي لدار البيضاء كمقر إجتماعي الشركة وتقيد كذلك لدى المحاكم التي توجد في دائرة نفوذها لها فروع كذلك كل ممتلية تجارية أو وكالة تجارية لدولين أو جماعات أو مؤسسة عامة أجنبية إذا عندي واحد ممتلية تجارية أو وكالة تجارية أجنبية في المغرب قصة تقيد كذلك في سجلات المغربية كذلك المؤسسة العامة المغربية ذات طبع صناعي أو تجاري خاضعات بموجب قوانين نهاية التجارية إذن هناك مؤسسة ذات سبغة عمومية ولكنها تمارس نشاطا تجاريا فهذا الحالة تتعلم الآن بمنطق القانون الخاص إذن فهذا الحالة ستتشجل كذلك في السجل التجاري وكذلك في الأخير كل مجموعات ذات نفعين اقتصادي كل مجموعات غرب مونددراء إيكونومي كل مجموعات ذات نفعين اقتصادي في إطار التنظيم وعن تقلون بعد الملزمين معرفنا من هم الملزمون بالتقييد عنشوفوا ما هي أنواع التقييدات في سجل التجاري إذن السجل التجاري تنتحدث فيه على ثلاث أنواع من التقييدات سأفوا معايا ما هي أنواع التقييدات التي يجب تضمينها في سجل التجاري نتحدث عن ثلاث أنواع من التقييدات فهناك التشجيل أو الإشهار الأولي وهناك التقييدات المعدلة وأخيرا هناك التشطيبات إذن أنواع التقييدات في السجل التجاري نقول إن التقييد في ستجاري لا يهم نوعا واحدا وإنما التقييد في ستجاري ثلاث أنواع السجل التجيل أو الإشهار الأولي للمادة 42 يجب على الأشخاص ذاتيين التجار الإشارة في تصريحات تجيلهم عبر المنصر الإكتروني المحدد إلى مجموعة البيانات ستكون البيانات في المادة 42 كما هو مضمان ومشارك إليه في الوثيقة البلاغوجية لوحدة كذلك المادة 45 التي حددت البيانات التي يجب على الشركات التجارية أن تشير في تصريحات تجيلها عبر المنصر الإكترونية بمعنى بالنسبة للتشجيل أو الإشهار الأولي هناك بيانات يجب تقديمها سواء بالتعلق الأمر بالأشخاص الذاتيين كمنصص على ذلك المادة 42 أو الأشخاص الاعتباريين شركات تجارية في مقام دينا بالنسبة للمادة 45 إذن هناك التقييد الأولي إذن كل من يريد أن يمارس نشاط التجاري في المغرب أو كل شركة تجارية تتأسسوا في المغرب يجب عليها أو يجب عليه أن يقوم بالتصريحي بمجموعة البيانات لدى مصلاحات التجاري كما أشرته إذنك في المادتين 42 والمادة 45 هذا فيما يتعلقوا بالتجاري الأولي ثم هناك النوع الثاني من أنواع التقييدات يتعلق الأمره بالتقييدات المعدلة ما من التقييدات المعدلة التاجير أو الشركة بعدما قام بتقييد نفسيه في التجاري في إطار التجاري الأولي قد يطرأ طارع على وضعه القانوني أو الاقتصادي أو الإجتماعي والمشكلة في المادة 24 يعطلنا مجموعة البيانات البيانات التي يجب احترامها مثلا أقول مثلا اسم الشخصي والعائلي والعنوان الشخصي للتاجر هذه هي بيانات تعلمون الطلب الأعزاء أن الشخص قد يغير اسمه الشخصي والعائلي كثير من الناس يغيروا الأسماء الشخصي والعائلي لهم فإذا هو في البداية في إطار التجاري الأول يقيد أو سجل اسمه بفلان بن فلون وإذا يغير اسمه طبقا لقالوا الحالة المدنية إذا حينما يغير الاسم الشخصي والعائلي يجب أن يعدل البيانات التي قام بتسجيلها أول مرة في سجل التجاري في إطار ما يسمى بتقييدات المعدلة نفس الأمر لو تعلق الأمر بنظام كان مثلا شخص قاصر تحدثنا على القاصر المرشاد بعد نصبح كامل أهلية عليه أن يعدل التقييد في سجل التجاري نفس القادية بالنسبة النشاط المزاول شخص عنده مثلا مقهى وإذا به يحولها إلى مطعم إذن النشاط اللي كان عبارة عن مقهى فحول النشاط إلى مطعم هذا التعديل في النشاط يجب أن يرفق ويرضف ويبين في إطار التقييدات المعدلة نفس الأمر بالنسبة لمسير أنا عندي أصل تجاري وأنا الذي أسيره وإذا بيأصبحت موظفا فسقطت في ميصور بحالة تنافي إذن الحال الذي عندي في القانون إما نبيع الواحد شخص أو أن أبحث عن المسير حر ولم أعد أنا المسير لهذا الأصل إذن التعديل الذي يوقع للتسير يجب أن يشار إليه في إطار التقييدات المعدلة هذا بالنسبة للتاجير الشخص ذاتي بالنسبة للشركة التجارية قد يطرأ طريق على شكل الشركة مثل سنشر للتضامر واتفق لإجماع على أن يغيرها إلى شركات مسؤولية مثلا إذن هذا التغيير تعديل في شكل ما أسميناه بالتعديلات المعدلة وأخذ مثال سقوط الأهلية عندي تاجير تماس نشط التجاري وإذا به صدر في حقي حكم طبق المد 700 وخمسة أو 40 من مدون التجارة وصدر في حقي حكم بسقوط الأهلية هذا المستجد أو هذا الطارق على أهلية التجارية يجب أن يشار إليه في سجل التجاري ضمن ما أسميناه بالتقييدات المعدلة آخر نوع من التقييدات يتعلق الأمر بالتشطيبات المادة 51 أشارت إلى التشطيبات يتعيد القيام بشط بالتشجيل عند توقف التاجر عن مزاولة نشاط تجارته أو عند وفاته دون أن يكون ثم تتفويت للأصل التجاري وعند حل الشركة هنا في الأحيان أنا تاجر سخزداتي عندي عمر تاجر سخزداتي مثل أول عمر يزاوي نشاط تجاري وإذا عمر قد توفي أو توقف عن مزاورة النشاط لأي سبب هذا التوقف أو هذا المستجد في الوضعية عمر ومبقى شماس نشاط تجاري يجب عليه أن يهر أن يسارع يهرع إلى السجن تجاري وأن يشطب على تقييده به نفس الأمر فيما يتعلق بالشركة إلي عندي شركة تجارية وتم حلها لأي سبب سبب حل الشركات يجب أن يشار إلى ذلك في سن تجاري لماذا؟ حين تحدثنا لوحة قاعدة العقلتي وليها قاعدة فقهية ذهبية من روائع ومن ذراري القانون التجاري أسميناها بنظرية الظاهر ونظرية الوضع الخادع يحمي المخدوع فأنا حينما توقف عمر عن مزاورات النشاط تجاري بالنسبة للأشخاص التي تعملوا معها بالنسبة لهم لا زال مقيدا إذا بالنسبة لهم لا زال يعتبر تاجر والحال أنه توقف عن مزاورات النشاط نفس الأمر بالنسبة للشركة عندي واحد الشركة لبيع مواد منزلية وإذا بشركة تم حلها لأي سبب إما حل بالقانون أو حل إراضي أو حل بحكم قضائي تم حل هذه الشركة ولم يعمد المسيرون والقائمون عليها إلى تشطيب على هذا الحل في الشكل التجاري معناه هذا بأن بالنسبة للأشخاص لا زالت الشركة موجودة وعلى قيد الحياة إذا حين تعاملنا معها فليتحمل المؤسسون والمسيرون تبعات ذلك إذا نقول في إطار حماية المتعاملين وإطار تحقيق النوع الشفافية في الممارسة التجارية المشلع أو جد ما اسميناهم بالتشطيب في السجل التجاري وعدم جموعة الحالات أدعوكم إلى أن ترجعوا إلى الوثيقة البيداغوجية لمادة للطلاع عليها من قابل المادة 51 المادة 52 والمادة 53 من مدوانة التجارة وانتقلوا إلى نقطة ما قبل الأخيرات تتعلقوا بآطار التقييد في السجل التجاري ماذا ما هي الآطار القانونية المترتبة على التقييد في السجل التجاري المشلع أشار إذيكا في المواد 52 59 60 61 من مدوانة التجارة هنا عد الميز أرجو منكم كامل بلغ الاهتمام والتركيز نعند خلوف مقتضايات قانونية فيها الكثير من الدقة إذن بالنسبة للآطار ماذا يترتب عن التقييد في السجل التجاري وماذا لا يترتب على التقييد في السجل التجاري إذن واحد تاجير أو شركة تجارية نحن قلنا قاعدة التاجير ملزم بالتقييد في السجل التجاري ماذا يحدث حينما ما هي الآطار التي تترتب حينما يتم التقييد في السجل التجاري وماذا يحدث لو خلف هذا المقتضاع القانوني إذن آطار التقييد بالنسبة للتجاري الميز بين المستويين آطار التقييد بالنسبة للملزمين بالتقييد وآطار التقييد بالنسبة للأغيار أي المتعاملين مع التجار ونبدأ بالآطار الأول المستوي الأول من الآطار هي آطار التقييد بالنسبة للمنزمين بالتقييد. بالنسبة للمنزمين بالتقييد احنا قلنا عندنا جوج التجار اشخاص داتيون التجار اشخاص داتيون والشركات التجارية دات الشخصية الاعتبارية. بالنسبة للتاجير يفترض في كل شخص داتيين او اعتباريين للاساف المادة 58 احنا تنسى في سياغة القانون يفترض في كل شخص طبيعي او معناوي والحال ان المادة تعدل يقولون يفترض في كل شخص داتي او معناوي مسجل في استجار اكتساب صفة التاجيرين مع ما يتطبع عنها من نتائج ما لم يثبت خلاف ذلك. اذا المادة 58 تقرر قاعدة غاية في الاهمية بالنسبة لتكون في كلية الحقوق فيما يخص التقافة القانونية. ان التاجير كان شخص طبيعي مع شخص داتي او معناوي حينما يتم تقيد نفسه في استجار تاجيرين فيفترض انه اكتسب صفة تاجيرين اكتسب صفة تاجيرين. وهتلاحظوا معي اكتساب صفة تاجير سبقنا وتحدثنا لها في نظر التاجير. وقلنا التاجير صفة في الشخص تكتسب بالممارسات زيادية واحترافية. واليوم تقول لكم اكتساب بالنوع تاني الاكتساب الصفة المفترضة الاكتساب المفترض للصفة الاكتساب المفترض للصفة المادة 58 يفترض في كل شخص طبيعي او معناوي مسجال فيستجاري مادة يفترض اكتساب صفة تاجير. اذا تسميها. اذا في المادة الاكتساب صفة تاجير بالممارسة. اليوم تبقى المادة 58 تنتحدث عن الاكتساب المفترض لصفة تاجير. الاكتساب المفترض. الاخر في المادة الاكتساب عن اكتساب الصفة بالممارسة. هنا يكفي فقط ان تقييد بغض النظر على الممارسة. يفترض بانك تاجير. فالمادة 58 تتفترض في كل شخص داتي او اعتباري مسجال فيستجاري اكتساب صفة تاجير. ايش هي النتائج هاد اكتساب الافتراضي او اكتساب مفترض بنص القانون. هاد يفترضوا ولكنه افتراض قابل لاتباة العكس. اوضح. عندي عمر من الناس قام بتقييد نفسه في استجاري. هل يعتبروا تاجير او لا يعتبروا تاجير. طبقا لاحكم المادة 58. ارجوكم ان تركزوا معي في هذه البيتال. عمر من الناس قام بتقييد نفسه في استجاري. قلنا وصبيقا لاحكم المادة 58. يعتبر عمر او يفترض في عمر بتقييده في التجاري انه اكتساب صفة تاجير. فقلنا ماذا عمر في هذه الحالة? يفترض ان انه تاجير اكتساب صفة تاجير بالافتراض. اي بمشلع. يفترض المشلع انه حينما قيد نفسه بتجاري انه تاجير. السؤال لي عندي. هل يعتبر عمر تاجير بشكل يقيني واقطعي? ام انها فرضية فقط. لمشلع تقول بان عمر الذي قام بتقييد نفسه يفترض انه تاجير. ما لم يثبت خلاف ذلك. معناه هذا. نقول بان في هذه الحالة التقييد في استجاري او اكتساب الصفة التجارية او اكتساب الصفة تاجير بالصفة العمر هي قارينة قانونية نسبية. معنى قارينة قانونية نسبية اي قابلة لإثبات العكس. نعود. اذا قام عمر من الناس بتقييد نفسه في استجاري. هل يعتبر تاجر أو يعتبر تاجر يعتبر تاجر ما لم يثبت خلاف ذلك ما معنى هذا القول ما لم يثبت خلاف ذلك إذا قمنا بإثبات بأن عمر قام يثبت نفسه ولكنه في واقع الأمر لا يمارس أي رشاة تجاري ما هو الحلف هذا الحالة فهذا الحالة لا يمكن اعتبار عمر تاجر فأسمينا ذلك بالقارينة القانونية النسبية أي قارينة غير قاطعة أي يمكن إثبات عكسها فإذن الذي يكسب الشخص صفة تجارية إما بالممارسة المادة السبعة وكذلك المادة ٥٨٠ ولكن المادة ٥٠٠٠ تتحدث تتحدث عن اكتصاب الصفة بشكل مفترض معنى شكل مفترض إلى أن يثبت العكس ما لم يثبت العكس فهو التاجر إذا اثبتنا العكس شنوى العكس إذا اثبتنا بأنه لا يمانس نشاط تجريا فهذا الحالة في أنها لا يثبت اثبت العكس وهذا القانونية هذه المسألة دي القارينة القانونية البسيطة تسمى بالقارينة القانونية البسيطة إذن في القانون تتحدثوا على نوعين من القرائم القارينة القانونية القاطعة والقارينة القانونية البسيطة القارينة القانونية القطعية والقارينة القانونية البسيطة شو ما رفق ميناتهم أن القارينة القانونية القطعية لا يمكن إثبات عكسها لا يمكن إثبات عكسها بينما القرين القانوني البسيطة مثالها المادة 58 يمكن إثبات عكسها إذا بالنسبة القانون المغربي من هو التاجير؟ التاجير إما تاجير بالممارسة مادة 86 و 87 مدوان تشارة أو تاجير بالتقييد أما صاحب الممارسة فهو قرينة قانونية قاطعة نحن نشوفها من بعد والتقييد في التجاري قرينة قانونية بسيطة معنى بسيطة قابلة لإثبات العكس وهذا الوضع القانوني المغربي مأخور على القانون الفرنسي وهو مخالف تماما للقانون الألماني القانون الألماني يعتبر التقييد في السجل التجاري قرينة قانونية قطعية العود القانون الألماني يعتبر التقييد في السجل التجاري قرينة قانونية قطعية لا يبدو إثبات عكسها في القانون المغربي التقييد في السجل التجاري قرينة بسيطة معنى بسيطة قابلة لإثبات العكس هذا بالنسبة لعمر إذا نقوله بالنسبة لعمر عمر الذي قيد نفسه في السلطجاري هل يؤتبعوا التاجير؟ نعم إلى أن يثبت العكس نعم إلى أن يثبت العكس هذا بالنسبة لعمر لكن بالنسبة للغير بالنسبة للغير هتلاحظوا معايا قيام عمر بتقييد نفسه في السلطجاري قرينة قانونية قطعية ولا أقول شيء المتنقذ مع ما قلته سابقا نعود لكم بالنسبة للغير نجعل مثل عمار عمار قيد نفسه في سجل تجاري تقييده في سجل تجاري قريرة قانونية بسيطة معنى بسيطة قبل إثمات العكس هذا بالنسبة للغير أي المتعاملين معه أعطيكم مثال أنا تعاملت مع عمار اشتريتوا منه سيارة وما أدى اشتمن ديالها قمت برفعي العوان بحكمة المختصة فالداء عمار بأنه ليس بتاجير إنما هو فقط شخص يخلع القانون المداني وإنما تقييده في سجل تجاري فقط لسبب مموعية هنا أنا بنسبة لي كغير أعتبر بأن تقييد عمار في سجل تجاري قريرة قانونية قطعية أنا بالنسبة لي كغير أنا بالنسبة لي كغير أعتبر تقييد عمار في سجل تجاري قريرة قانونية قطعية لماذا؟ لأنني تعاملت مع ظاهر الأمور وظاهر الأمور أنه مقيد في سجل تجاري وله رقم في سجل تجاري يكفيني بأنني تعاملت معه على هذا الأساس وبحسن النياتين فبالنسبة لي أعتبر عمار تاجير واعتباري له تاجير قريرة قانونية قطعية طبقا لنظرية الظاهر وطبقا لنظرية الوضع الخادع يحمي المخدوع إذن أعود وأقول بالنسبة لآطار التقييد في سجل تجاري بالنسبة للأشخاص الذاتيين الحكم على النحو التالي إذا إن تقييد شخص لنفسه في السجل تجاري قريرة قانونية على اكتسابه صفة تاجير لكن هذه القريرة قريرة بسيطة يمكن إثبته عكسها بالنسبة للغير متعامل معه إذا تعامل معه على أساس أنه تاجير من حيث تقييد فهذه القارنة قطعية هذا بالنسبة للأشخاص الذاتي بالنسبة للأشخاص الاعتباريين أي الشركة التجارية فإنه تقييد الشركة التجارية في السجل التجاري إن تقييدها في السجل التجاري هو الذي يمنحها ويعترف لها ويعطيها الشخصية الاعتبارية للشركة المادة السبعة من القانون 1795 والمادة الجوج من القانون 596 إن اكتساب الشركات التجارية للشخصية الاعتبارية لا يتأتى ولن يتأتى إلا من تاريخ تقييدها في السجل التجاري وما لم تقيت في السجل التجاري فلا اعتراف بشخصيتها الاعتبارية إذن نقطة بسيطة نقول الشركة التجارية إذا تكتسب شركات التجاري وبالسبب الشركة التجارية تكتسب الشخصية الاعتبالية من تاريخ تقيدها في سل التجاري ماذا بالنسبة للأغيار؟ ما هي أعطاء التقييد بالنسبة للأغيار؟ وكما قلت الأغيار هم المتعاملون مع التاجر بالنسبة للأغيار المشريات المادة تعدى الخمسين لا يجوز للأسخار الذاتي والاعتباليين ملزمين بالتقييد في سل التجاري والذين لم يقوموا بهذا الإجراء أن يحتجوا تجاه الغير بسفتهم التجارية إلا أنهم يخضعون مع ذلك لجميع الالتزامات المترطبة عن هذه الصيفة عن ذلك هنا المشري كأنه يعامل الملزمين بالتقييد في سل التجاري يعاملهم بنقيد قصدهم إذا كنت أيها التاجر أو أيها الشركة ملزمة بالتقييد في سل التجاري ولم تحتلموا هذا الالتزام فإن للغيري للغيري أن يعتبركم غير تجار وله أن يعتبركم تجار حسب ما يراه حسب مصلحته فإذا المادة تعدى الخمسين لا يجوز للأشخاص الذاتيين الاعتباليين أو الاعتباليين الملزمين بالتقييد في سل التجاري والذين لم يقوم بهذا الإجراء ما لهم؟ لا يمكنهم أن يحتجوا اتجاه الغير بكونهم تجار لماذا؟ لأن المشري ألزمك بالتقييد وأنت خالفت هذا التقييد فأعطى للأغياري حق الخيار في أن يعتبرك من عدمه إما تاجد هذا بالنسبةل نفس المقتضاء نعم المادة 60 من المدوان التجارة في حالة تفويت أو إكراء أصل التجاري يبقى الشخص المسجر مسؤول على وجهة التضامن عن ديون خلافه أو مكتريه ما لم يشطب نفس التجاري أو لم يعدل تقييده مع البيان الصالح للبيع أو الإكراء طيب مثلا المادة 60 أمتلكوا مقهى لعبارة الأصل التجاري قمتوا بيعيها لزيد من الناس بعتها لزيد من الناس القانون منظم الأصل التجاري كما ندرس إن شاء الله تلزمنا بجوج لإجراءات التقييد وإجراءات الإشهار والتقييد في السل التجاري والإشهار في الجرائد القانونية هذا الكزام علينا بجوج بعتهوا المقهى الأصل التجاري ولم أقوم بما تحدث عنه قبل قريب في أنواع تقييدات ولم أقوم بالتشطيب على نفسي في السل التجاري ما المشهد له عندي؟ أنا عمار بائع أملك أقهى وبيعتها إلى زيد إذا المشهد لي عندي وكنت مقيدا في السل التجاري كمالك الأصل التجاري بعتها لزيد حينما بعتها لزيد زيد إشارها ولم نقوم بتعديلي أو بتشطيب على السل التجاري بالنسبة لإسم ديالي فهذا شيء نتيج القانونية وقام زيد بالتعلم مع مجموعة من الناس إذا بالنسبة لك نستعلم مع زيد لهم حق الرجوع على زيد وكذلك لهم حق الرجوع علي ألك عمار البائع في إطار نوع من التضامن صبيقا لأحكام المدستين إذا تلاحظوا معايا بأن المشرع المغربي يحرص كل الحص على حماية المعاملات الاقتصادية وعلاقات العقدية وطمأنة المتعاملين فحينما ألزمك المشرع بالتعديل التقييدات ولم تقم بذلك فإنه يعاملك بنقيد قصدك في إطار طمأنتي وفي إطار حماية الاعتمال في المعاملات التجارية فإذا نفس المسألة في المادة واستين مثلا لا يحتاج تجاهها الغير إلا بالواقع والتصرفات المقيدة بصفة صحيحة في التجاري بمعنى أنا تعملت معك على أساس أنك مثلا مرشد أو تعاملت معك على أساس أنك عندك أهلية تجارية وإذا بك أسخطت عندك الأهلية التجارية وتعاملت معايا إذا فهد حالة أنا أتمسك لا يحتاج تجاهها الغير إلا بالواقع والتصرفات المقيدة بصفة صحيحة في السجل التجاري معنى هذا بأن السجل التجاري أيها السادة الأفاضل يجب أن يكون دائما وأبدا تلكم المرآت مرآت التي تعكس الوضعية الحقيقية والآنية للملزمين بالتقييد في السجل التجاري السجل التجاري يجب أن يكون مرآتا تعكس الوضعية القانونية الحقيقية والآنية للملزمين بالتقييد في السجل التجاري وكل تغيير على وضعك ووضعيتك ولم تقم بتعديله في السجل التجاري فإن الآخرين يتعاملون معك على هذا الأساس على أساس ما قمت بتقييده وليس على أساس ما أنت عليه الآن فالمشهد العلم غريبي حارص كل الحرص على أن يكون السجل التجاري مرآت تعكس الوضعية الحقيقية للتجار وللملزمين بالتقييد فلذلك أعلم بكم عن تقمط الأخيرة أن المشهد رتب بجموعة من الجزاءات القانونية حالة مخالفة الالتزامات المتعلقة بالإشهار أو بالتقييد في السجل التجاري وعنشدها على وجهة السرعة من قبيل من قبيل ما هو المسؤلية في المدى 62 63 64 ومثلا المدى 62 بعض السرامي شهرين من واحد عن الإنضار موجه من لدى الإدارة يعاقب بغرامة تراوح ما بين ألف وخمسة لفدرهم كل تاجرين أو مسيرين أو عضوين من أجهزات الإدارة أو التدبير أو التسيير بشركة إيجالية وكل مدير فرع أو وكالة مؤسسة أو شركة إيجالية ملزمون بالتقييد تبقى للقانون إن لم يطلب التقييدات الواجبة في الأجل المنصى عليها واصطبقوا الغرامة ذاتها في حالة عدم مراعاة المدى مقصدية المدى 39 نفس المسألة المدى 64 يعاقب بالحبسين من شهر إلى سنة وغرامة تراوح من بين ألف وخمسين ألف درهم أو إحدى هاتين العقوبتين فقط كل من أدل بسؤينياتين ببيان غير صحيح قصد تسجيله أو تقييده بسجل التجاري يأمر الحكم صادر بالإدانة بصحيح البيان الخاطئي بالشكل الذي يحدده مثلا المدى 60 يعاقب بعقوبة مصالية في المدى 60 لكي نضمنوا شفافية على مستوى المعاملات التجارية لكي نجعل الآخرين الأغيار المطمئنين إلى ما تتضمنه السجل التجاري من بيانات قانونية كل ذلك لكي أعود وأقول بأن السجل التجاري يجب أن يكون المرآت التي ستعكسوا الوضعية الحقيقية والآنية القانونية للملزمين بالتقييد في السجل التجاري ونكون بذلك قد انتهينا من الالتزامات التاجير وذكروا بأنها أربع التزامات التزام بحساب البنكي التزام باحترام أجل أداء التزام بتقييد في السجل التجاري والتزام بمسكي محاسبة تجارية والمحافظة على المواصلات كل ذلك في إطار المحور الثاني من هذه الوحدة والمتعلق بنظريات التاجير أتمنى أن تكونوا قد استفدتم من هذه الحصة وأضرب لكم موعدا بحول الله لنفتح محور الثالث والأخير في إطار محاور وحدة القانون التجاري سيتعلق الأمر بوحدة شيقة جدا الأمر يتعلق بالأصل التجاري إلى اللقاء في حصة قادمة بحول الله ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر